بعد ضربها أهدافاً حوثية في اليمن والتحديد باتخاذ خطوات إضافية ضد جماعة الحوثي تعيد واشنطن إدراج الجماعة على قائمة الجماعات الإرهابية العالمية اتخذنا هذا الإجراء بسبب هجمات جماعة الحوثي المتهورة والعشوائية المستمرة على السفن التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن هذه الهجمات مثال واضح على الإرهاب وانتهاك القانون الدولي هو رد يهدف إلى خنق موارد الحوثيين المالية بعد الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة لأهداف حوثية في اليمن وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة كما تقول واشنطن لكن الإدارة الأمريكية أبقت الباب موارباً على تغيير في المواقف فوضعت إطاراً زمنياً حددته بثلاثين يوماً قبل تطبيق هذه العقوبات ورفعها تقول واشنطن مرهون بوقف هجمات الحوثيين إلا أن منتقدين يرون أنها خطوة تهدد بجر المنطقة إلى مواجهة أوسع يبدو أن جماعة الحوثي ملتزمة بمساعدة أهل غزة لذا نرى أن واشنطن تصعد وبقرارها هذا تلعب واشنطن بالنار إذ هناك خطر حرب أوسع بل إنها تهدد بحرب أوسع فهي لا تستهدف اليمن فقط وإنما سوريا والعراق أيضاً توجه إدارة بايدن رسائل تحذيراً أخاصة إلى إيران كما يقول محللون بإعادة إدراج جماعة الحوثي ضمن لائحة كانت قد رفعتها منها قبل ثلاث سنوات لأسباب إنسانية وفق قولها لا تخفي واشنطن أن خطواتها لا تعني شل قدرات الحوثيين الهجومية أو أنها ستردع الجماعة عن شن مزيد من الهجمات ومع ذلك تهدد باتخاذ خطوات أخرى وهو منقف يتخوف كثيرون من أن يدفع المنطقة إلى مزيد من التصعيد ريمة أبو حمدي العربي واشنطن